عقد مجلس عمالة فاس دورته العادية لشهر يونيو والتي خصيصت لدراسة مشروعي اتفاقيتين وتتبع وضعية قطاع السياحة والصناعة التقليدية اتفاقية مع المكتب الوطني للماء من أجل تزويد ساكنة والطيب وعين بضاء بالماء الصالح للشرب بوسط العددات الفرضية واتفاقية شاركة في إطار العمل الاجتماعي مع جمعية العمل الاجتماعي لموظفي مجلس عمالة فاس المجلس والله الحمد الشغلاء خلال هذه المدة بروح من التوافق والإجماع كانت المصادقة على جميع التفاقية منذ بدء عمل هذا المجلس سنة 2015 وإلى اليوم بالإجماع وتم بالمناسبة تقديم عرضيني حول وضعية الصناعة التقليدية والسياحة القطاعين الذين تضرر من الأزمة الصحية لكوفيد-19 كما تم التداول حول التدابير المتخدة على مستوى المصالح المختصة من أجل تخفيف من وقع هذه الأزمة على القطاعين ترجمة نانسي قنقر